ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لمناقشة النجاحات التي حققها الاتحاد في الدورة السابقة والبرنامج الحافل في الدورة الحالية لهذا العام كما أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام للاتحاد العربية لغرف التجارة والصناعة في كلمته أمام المؤتمر مؤتمر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وده طبعا بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن والغرفة الإسلامية بيتم التحضير له على أن يتم بإذن الله في شهر خمسة منتدى التواصل الخليجي الأردني ملتقى استثمر في البحرين ملتقى استثمر في مصر دورات تدريبية حول حضنات الأعمال وأشادت الدورة بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها وأعلن الاجتماع الموافقة على دعوة مملكة البحرين وطلبها لاستضافة وترأس المملكة الدورة القادمة المائة والثالثة والثلاثين للإسهام في المزيد من التغلب على التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية نحن في الربع الأخير من 2022 ستنتقل رئاسة هذه الغرف العربية للبحرين بهذه المناسبة طلبنا ورفعنا طلب توصية إلى مجلس الإدارة لقبول استضافة عقد مجلس الإدارة القادمة إن شاء الله في البحرين وهذا كلهم أخوة ومرحب فيهم ودول العربية كلهم معنا وإن شاء الله نشوفهم في البحرين في حين أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام للاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة على ما حققه التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية وخاصة في دول الخليج ومشروعات الحماية السبرانية والتعاون الرقمية في المشروعات اللوجستية وانتقال التعاون العربي من مجرد تعاون في السلع عبر الحدود إلى تحالفات استراتيجية مختلفة تخدم كافة الدول العربية وهو ما سيتم مناقشته أيضا في الضورة القادمة في مملكة البحرين هناك مشروعات للحماية السبرانية موجودة مشروعات للتعاون الرقمي مشروعات في مجال اللوجستيكس مشروعات مختلفة فأصبح التعاون العربي المشترك بينتقل من مجرد تعاون بسيط في تجارة سلع عبر الحدود إلى تحالفات استراتيجية مختلفة وهكذا يؤمل من اجتماعات الاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة في اجتماعاته الحالية ولسيما أيضا القادمة في الربع الأخير من هذا العام في مملكة البحرين المزيد من التعاون في كافة المشروعات الاستراتيجية والتجارة البينية بين الدول العربية شكري عبد الحميد تلفزيون مملكة البحرين القاهرة